بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدات زي ما بيبقى يوم السبت يوم بيجينا فيه النسي من التراوة والجمال لما بنكون مع اخواننا اصحاب السعادة وبيكون يوم الحد كمان بنحس بالفرسحة لما بنحاول نتفقد بيوتنا بس يوم الاثنين ليه ميزة خاصة يوم الاثنين فيه ميزة خاصة لان احنا بنتكلم عن المستقبل عن الامل عن اولادنا بنتكلم على تعالوا بكرة نعمل ايه تعالوا بكرة نعمل ايه مع اولادنا ان احنا بنحاول بقدر الامكان مش بس نحصنهم لكن كمان نستثمر فيهم وعشان كده بتكون حلقات يلا نبني اللي بنكون فيها يوم الاثنين بتبقى حلقات مهمة جدا جدا ومهمة جدا ان احنا ندخل جوالبيوت عشان نحصن أولادنا نحصن أولادنا من حياة كتير قوي نحصن أولادنا من السيولة الأخلاقية والسيولة الدينية والسيولة الفكرية ايه يا عم السيولات اللي عندك دي؟ السيولة الأخلاقية فنحفظهم كتير قوي قوي من كل اللي احنا بنشوفه من تهدم الأخلاق إلى أن نصل إلى مسائل زي الشزوز وغيرها ولا السيولة الدينية عشان ما يوصلناش بالتطرف ولا يوصلن لنا بالإلحاد ولا السيولة الثقافية والمجتمعية ووفقت لهوية فاحنا مركزين قوي مع أولادنا عشان كده وعشان كده تعالوا نتكلم من الصغير إلى الكبير من الزواهر البسيطة اللي بعض الناس ممكن يعدوها ويعتبروها من سمات الحياة بس هي ما تتعداش ما يتعداش مشهد زي المشهد اللي هقولولكم ده اللي هو بقى مشهد متكرر معتاد في كل البيوت وكأنه بقى هو ده المشهد وبقيت المشاهد مشهد ايه متكرر هو مشهد الأساسي في البيوت اللي هو مشهد ايه مشهد ان كل واحد في البيت مختار مكان اللي مختار اللي مختار قطه ومختار المكان ده وقافل عليه لدرجة انه ممكن ادخل مثلا غرفة زي او الصالة في اماكن كتيرة فلايه عايزني اعمل ايه ابعد فكل واحد مزنوف قطه وقاعد جوه قطه اوضف الشقة وقافل عليه وحتى اللي هو موجود في مكان بنمر بيه هو حضت سماعات على ادانه وقافل عليه برضو فهو على كل حال كل واحد ايه قافل على نفسه عايشين في ايه عايشين في اماكن ممكن نحتاج الى رحلة فيها وزي ما اقول لكم زي ما وسائل التواصل خلت الرابط المسافات هيبعدت المسافات لان احنا بنتطر عشان نتقابل مع بعض يعني يتقابل مع ابنه ويتقابل مع بنته ويتقابل مع مراته في بعض الاحيان حتى مراته بيحتاجوا ان هما يعملوا عن اعمل ايه محتاج ترتيب يعني لان كل واحد في مكان بعيد ايوة اللي جي ازهانكم ده كل واحد في الجزيرة منفصل عن الاخر وزي ما شاد ده انا بسميه الجزر الاسرية اللي بتحتاج مشقة عشان تسافر من جزيرة لجزيرة وبقى كل واحد فينا اه صحيح انا بنحب ان كل واحد يبقى عنده خصوصيته وتميزه بس ما يبقاش عنده بعده بقى عندنا ابعاد كتيرة فيه فجوات كتيرة في البيت وفيه حفر ممكن تيجي تمر عشان تدخل غرفة ابنك تقع في حفرة تسأل نفسك طب هو هيستقبني ازاي هو هيقبني ازاي كأنك مسافر من بلد لبلد ومحتاج تأشيرة للأسف فانت محتاج تأشيرة فكل فرد من افراد الاسرة والاولاد قرروا ان هم يقعدوا ويعيشوا في جزيرة لوحدهم وبيظنوا ان ده هو الحرية وراحة البال ان راحة البال وحرية تكون في العزلة اعز النفسي مشاكلهم يحلوها بقى سواء كانت المشاكل ديت اللي عدم تأهل الأب والأم في الجواز فانعكس على الأولاد ان هم مش عايزين يدخلوا في مشاكل الأب والأم أو هم مش هزين يدخلوا في مشاكل أخواتهم اللي هم ممكن يكونوا عندهم أي نوع من أنواع الانحراف أو أي نوع من أنواع عدم الموافقة مع الأهل فانعازل أو ان الأباء نفسهم شايفين الأولاد ما جوش على كيفهم ما بقوش على كيفهم ما بقوش فانعازل الأباء فيبقى دائرة لنعزل بقيت دائرة هنم نعازل الأب والأم اللي انه مش ردين عن الأولاد فانعازل الأولاد فانعازل الكل فساعات بينعازلوا جميعا زي الأب اللي بيجي مثلا من الشغل بعده ده شكل من أشكال لنعزل عايز يفصل فيقعد في قطه أو مكتبه ويقعد إيه لوحده حتى في أيام الأجازة ويبقى عنده فكرة هو شايفها فكرة لطيفة وأنا بقول للرجال لو سمحتوا ركزوا معايا لو سمحتوا الفكرة اللي عندك دي فكرة قاتلة لك أنت شخصيا فكرة ايه أنا عايز أفصل أرجوك ما تفصلش لأن الفصل في بعض الأحيان بيوصل للانفصال فتنفصل عن أولادك وتنفصل عن الحياة وتنفصل عن البيت فأنت مش بتفصل أنت بتنفصل أنت أقول أنا عايز أرتاح فالراحة مش عدم العمل لكن الراحة يا سيدي هو العمل السعيد وعشان كده ممكن أن نعزل برة البيت كمان يغضل 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 يوم كله برة حتى بعد الشغل ويجي عنهم بس وده بيبقى البيت عنده بالنسبة له هو فندق بيبيت فيه يبقى عندي بيت وبات برة فبيجي بيبيت في البيت لكن هو إيه اللي حصل لو طال يقعد برة هيقعد برة طول الوقت ليه مش عايز دوشة ومش عايز جد فالعزلة دي بتوصل للأولاد أنا دايما نقول كده إن العزلة من أعدل أمرات الاجتماعية العزلة معادية جدا والعزلة تصنع ما يسمى بالكآبة الاجتماعية فالعزلة لما تزيد وتكون أسلوب حياة بتخلي المناعة الأسرية ضعيفة جدا وأي يعني أي خلاف يولع البيت أي نقاش يحرق الغيط والأسر بتتعرض وخاصة الأولاد المجموعة من السموم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن التقارب عافية إن التقارب صمود إن التقارب عمود من أعمدة البيوت ستين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت قادم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا شافوا حضرة النبي حضرة الحسن وحسين الحسن على إيه على فخذي ويقبلهما فقالوا أتقبلون صبيانكم أنتم بتقبلوا الأولاد فرسول الله قال نعم قالوا لكن والله ما نقبل أولادنا فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوأملك أن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك حضرة النبي علمنا إن التقارب من أولاده والحنية إيه إيه اللي حاصل أنا دايما أقول كده الحنية أحد أهم الواجبات الزوجية والقرب القرب مهمة مهمة إيه مهمة من يؤمن بأن 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 الزواجة وأن الأسرة نعمة المؤمن بأن الزواج والأسرة النعمة مهمته الأساسية القرب لازم أبقى قريب وليس معنى قريب إن أنا أبقى خنيق لكن أنا لازم أبقى قريب من أولادي لأن القرب من أولادي ساعة ما بتجي لهم اللي بيجي لهم الشر بيلقوني وأنا قريب منهم إيه اللي حاصل بيحسوا إن هم في حصن تخيل حتى لو ما عملتش حاجة فما تبعدوش أولادكم عنكم وما تخلوش أولادكم ينزووا يبعدوا عنكم مش معنى كده إن انت تكبسوا على نفسهم فكروا فكروا لأن في الحقيقة أنا بقول لحضراتكم خمس حاجات مصايب عندين إحنا معتبرين إيه إحنا نقدر نعملها بالفترة وده مش حقيقي ده مش حقيقي حاضر النبي قال ما نستطاع منكم والبقى تفليت تزوج ده أول مدخل على الجواز فأول حاجة الجواز لا يكون بالفترة الجواز يكون بالتأهيل طب إذا كان الجواز بيكون بالتأهيل طب والأبوة بالتأهيل برضه طب والأمومة بالتأهيل برضه طب والشغل بالتأهيل العبودية كمان بالتأهيل إحنا كل الخمس الأول بناعتبرهم إن إحنا ممكن نعملهم من غير تأهيل فالأب دخل على الأبوة من غير تأهيل الأهل هيقولوا يا مولانا ما طول الوقت قلقانين على قفلين على نفسهم الباب وإحنا قلقانين عليهم إنهم يكونوا بعملوا حاجة وهم قاعدين مع التليفونات مش بيقعدوا ويتكلموا معنا إحنا قلقانين عليهم صحيح بس لما مندخل عليهم أو نتكلم معهم بيبقوا مش عايزين يسمعونا ومش عايزين يتكلموا معنا أيوة أنت متأهلتش إزاي تقدر تدخل في علامه وتقدر تدخله في علامك بس هم في الحقيقة محتاجين يسمعوكم على فكرة بس يسمعوا إيه يسمعوكم بس يكون أول سمع بيسمعوا منكم اللوم والانتقاد والشكوى هيسمعوكم ليه أنت مش حال شعرك ليه أنت بتتكلم كده ليه أنت كل ما تتكلم تقول كلام كده إيه اللغة الشوارع اللي أنت بتتكلم بيها دي فيسمعوكم بس لما نتكلم بالراحة بشويش لما ناخدهم على قلوبنا مش لما ناخدهم على الخفنة طول ما احنا بناخد كلام أولادنا على خفنة طول ما احنا مش هنقدر نتكلم معهم لكن لما ناخد كلامهم على قلوبنا ونحس إن احنا هنزين نكلمهم بقلوبنا هم هيحس إن هم محتاجين لنا هم محتاجين ليكم زي ما انتم محتاجين ليهم على فكر محتاجين لنظرتكم اللي فيها أنا فخور بيك أنا فخور إن أنا عندي ابن زيك أنا سعيد إن أنا عندي بنتي زيك في هذا الجمال في الخلق وفي الجمال هم محتاجين لطبطبع عشان يقووا منعتهم وخليهم ينطقوا بأحسن الكلام شوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيحمل إيه مع السيدة مع حضرت النبي قدم لنا نموذجين نموذج لتربية الأولاد ونموذج لتربية البنات طب الأولاد توفوا هنشوف حضرت النبي رب أولاده إزاي السيدة فاطمة بنته كانت لما تيجي رسول الله سلم عندما يستقبلها يقبلها بين عينيها يا الله على الجمال والحلاوة ولما تيجي تعضي رح فرش لها بردته وكان نبي يقول لها ما تعوديش غير على ما لاسق جسدي يا بضعطي كده تخيل كده وهي أعدى في وسط الصحابة والناس شايفنا ايه ده أم أبيها ستنا فاطمة البتول الزهراء ويمزك سيدنا الحسن وسيدنا حسن حاجة كده تسر العين يقول إن ابني هذا سيد سيدنا سيدنا الحسن وبصص كده تخيلوا شايفين نظرة عينها وهو كده فرحان إن ابني هذا سيد ويصلح الله به به نفقتين الله ويقول كده عن سيدنا الحسن والحسين سيدة يا شبابي أهل الجنة الله ايه المكانات العالية ايه التربية على ايه التربية على الثقة وبس الحب فيهم لهذه الطريقة فيستطيعوا أن هما ينطلقوا بقى في الحياة لما لما نتبع سنة رسول الله في هذا في هذا ينطلق أولادنا في الحياة وهم حسين أن هما ليهم ضهر رحيم حكيم وجنبهم ولازم لما نيجي نبص عليه أولادنا ما نتجسس ممكن يقرروا ينعزلوا في جزارتهم الخاصة نعمل إيه بقى هنلاقي أحوال كتير منها أسلوب حياتهم حيات الأسرة إن كل واحد بيعيش في حاله أو إنه انعزل عشان محبط محبط إن حد حواليه يفهمه ويستوعبه ويقدره أو محبط إن فيه تفكك أسري في موجود في الأسرة أو إنه تعرض لصدمة كل الكلام ده نحن يا جماعة بنتعامل معها لأنه عادي مش عادي كل الحاجات دي في أصول التربية تحتاج إلى تدخل لما ولد يعيش في بيئة منعزلة ده محتاجة تدخل لما الولد يعيش في تفكك أسري ده محتاجة تدخل متدخل متخصصين لازم معنا متدخل متخصصين إن احنا ما لنناش جد إن احنا نستطيع إن احنا نشارك في ده لا بنشارك في ده بالمشورة إنما شفاء العيي السؤال نسأل عندنا حاجة زي المرض في البيت بنروح نتعالجله فبنسأل إزاي نعالج لأنعزل ده أو نعزل عشان يحمي نفسه من إنه يحس إنه ليل ولد قيمة وسيمة وزي الفل أمه مش شايفة فيه حاجة خالص لفترية تفكيره مش شايفة شعره شعره لو هو مطوله أو ولد زي الفل بيتكلم بطيابة أمه مش شايفة فقط بس غير إنه مش قادر يواجه يواجه طيب يا أستاذة طيب الولد دوت اللي انت شايفه إنه هو محققش أمنيةك ودخل الكلية اللي انت عايزه بس هو شخص حريص على العمل وحريص إنه يبقى أحسن ناس إنت خزلته فاضطر نعزل إنه مخزولة هل المعنى كده إنما دافع عن العزلة للأولاد لأنا بفهم الأسباب وعشان كده في عزلة بتكون طبيعية زي العزلة اللي بتكون مع وصول أولادنا لمرحلة المراخ بيحب هو يقعد مع نفسه كده ياخد ويدي مستقبل وبيفكر أفكار إزاي هيبقى رجل إزاي هيقدر يعيش الرجولة فبيبدأوا يميلوا العزلة والانطواء نتيجة التغيرات اللي هو بتحصل لهم في شخصيته يعني أنا أبقى إنسان أتعامل إزاي مع التغيرات اللي تتعلق بالشهوة تتعلق بالتفكير تتعلق بالمستقبل عامل إيه ولازم التدخل في اللحظة دي يكون بحكمة بزعل جدا جدا من الأمهات إن هي بتتتبر إن مرحلة المراهقة دي مرحلة أنا بسميها مجمع الاتهامات الولد بدل مراهق يبقى بيعمل حاجة غلط لما يقفل على نفسه الولد دوت مش مستقيم الولد دوت مشروع بلطجي الوقت يعني أنا هربيض هم بيحصل لهم تغيرات فهم محتاجين إحنا نقرأ شوي ونفهم كده ولزاك دائما أقول المراهقة مرحلة سنية محترمة بل مرحلة سنية مباركة فيها كثير من الفرص لأولادنا والأسرة لكن إحنا النهاردة بنتكلم عن العزلة مش الطبيعية دي هتكلم عن العزلة الشديدة المستمرة اللي بقيت أسلوب حياة اللي بقى مقصودها الغروب كل واحدة هربان وأنا بكلمكم إنتم بكلم الأب والأم لو هم سمعيني بكلم الأولاد بكلمكم كلكم بتبقوا منعزلين عن قصد ده ما كون يعني ده بيبقى اختيار أنا النهاردة بتكلم النهاردة عن العزلة لإن فيه سموم العزلة فيه سموم للعزلة يعني سم مثلا الإحساس أول سم ممكن نتكلم عنه من سموم العزلة سم الإحساس بالهوان إحساس أني مش فارق مع حد لما يتمدى الإحساس بالهوان ده ممكن يخلي الأولاد لو محدش وعاهم هرضى لفريسة هرضى لشخص يحسسهم بأنهما متميزين ويقدم لهم اللي احنا دايما نستميه الاحتواء البديل ويا ويل ويا سواد ليل لو كان الاحتواء البديل ده تحتواء بديل بغرض الجنس على سبيل المثال أو على غرض أنه هو يشاركه مجالس المخدرات أو على غرض أنه هو يتحول إلى مرمطون عنده فلذلك أول فريسة لحد يحسسهم أنهما أبطال اللي كان الطبيعي أنهما كده ويا سلام بقى لو جالوا حد بقى يحسسوا أنهما بطل وياخدوا في عالم أنت المنتظر أنت البطل أنت الذي تنتظرك الأمة فيروح واخدوا على سكة التطرف يعني يا رب يد أو حد يحسسوا بالاحتواء سواء يستغلوا بقى جنسيا فنقع في مصايب في مصايب زي مصايب مثلا أنا آسف يعني مصايب الشزوز مثلا يا رب يسلم من السم ده السم التاني هو بعد بيقول لك فايا كده يعني خفنا ما أنا زيكم جايه عشان احنا ما نحبش الخوف احنا ما نحب الوعي عارف الفرق ما بين الوعي والخوف هو ايه أن أنت تعرف أن أنت تعرف وتعمل شيء عشان نخرج من الخوف للوعي من الظلمة للنور الوعي نور والخوف ظلمة السم التاني بقى سم الغضب المكتبوت بقى الولاد يفضل ينتقد وينتقد 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 فيكبت في نفسه يكبت في المدرسة يكبت في البيت ففيه أولاد بينعزل لما يفضلوا كابتين في نفسهم وغضبانين من تراكم مستمر على لأسباب كتيرة زي أن الأب مثلا يكون عنيف معاه ومش لازم العنف يكون عنف جسد ممكن ينجرن عنف لفظي هو الأب مش طيق نفسه فاكرين فلسفة هو من الموت القطة المدير هزق الرجل وخصامه ثلاثة ايام فهو رجع البيت راح مزعق لمراته مراته راح مزعق للود الود خنق القطة مين اللي خنق القطة فالولد ماله يعني بأن المدير يزهق لك ده مستقبلك مستقبل الأسرة مستقبلنا كلنا فالعوم في دوت مش هيعمل حاجة وقال للأم بقى اللي هي عندها انتقاد ما بيقافش أو كأنهم بيحسوا أن حد مش فارق ما بيفرقش في المعاملة بينه وبينهم وبين أخواتهم وساعات يفرق بينه وبين المعاملة بينه وبين أخواتهم إما ياخدهم كلهم بزنب واحد أو أنه هو يفرق ما بين حد وحد فينعزلوا عشان يحموا نفسهم من الوجع وأنا طول النهارة أشوف أنا بتهزق قدام أخواتي طب ليه؟ أو طول النهارة أنا شايف أن أنا مع ما عملت أبويا ما تدرنيش عشان خايف على على أخواتي ما كل ده لازم يتدرب عليه الأب والأم لكن مع العزلة بيقل الغضب بس يمكن يزيد كبت الغضب لحد ما يوصل لحد الانفجار يوصلوا لحد الرغبة في الانتقام بقى قولي زيك على سبيل المثال بنرأي كتير من أسباب التمرد الديني الإلحاد أقول لكم حاجة أكتر الأسر اللي فيها كبت دوت حتى لو هم قاعدوا يلعبوا مع بعض ويسيبوا البنات تلبس تلبس اللي أي عايزة في البيت ومعرفش إيه والأولاد يهزروا مع بعض بس العالمة موتة يعني لو مثلا لو الولد حب يختار اختيار ديني فالناس بتعود التدين من الكمي مش بس التدين من الكمي بس دوت عقوله لأنه واضح أو في اللي أنا أقوله الناس بتعود التدين من الكمي يتكبته أول ما الوالد يستطيع أنه يخرج من الكبت ده يروح للسيولة الدينية اللي احنا بنسميها الإلحاد فيروح نتيجة إيه؟ نتيجة التمرد أكبر رافض للإلحاد والسيولة الدينية هو التمرد فيتمرد على الوالدين أول ما يقم كبت كبت غريب وتلاقي الأولاد بيعملوا حق غريب جدا يعني البنت مفروض عليها زي معين فتفضل تكبت أنا مش ببرل فتفتق لما تدي لما تغير زيادة تتغير زيادة ببشاعة إيه ده؟ فالناس متصدقش اللي أثر ده بس كبت السم التالت بقى سم سيطرة الألق بقى بينعزه ليه؟ حسين حاسس أنه هو الوحده ودائما بيشوف الحياة عبارة عن جحيم غابة أنا أطلع عليها إزاي دي؟ ما هو لازم كان يتعلم مهارات التعامل مع ده؟ موحدة النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله إن ابني هذا سيد أخرج للعالم أنت هتبقى سيد سيد الله سبحانه وتعالى سيسيدك إذا كنت بأخلاقك فالرسول كان بيعلم كده سيدنا الحسن وسيدنا الحسين ففعلا كانوا كده لكن الواحد بقى حاسس أن العالم ده خطر جدا جدا أنا عرف ناس بيقول لي كده الدنيا دي خطر بيقول لي كده الدنيا دي خطر أعيشها إزاي؟ ما أنا لما بعض مع أولادنا بسمع منهم فهو خايف من الخطر ده فطول الوقت متشائم وعنده الترابات ما لهاش حد والآن وبيكون والناس عارفين كويس اللي عايشين بينا على فين القلق والنجزاية المرة دي زاد في وبيكون مش قادر يعيش الحياة بشكل طبيعي تعالوا بقى نشوف سم بقى السم بقى بتعالى إيه؟ بتعالى اللطافة بقى السم الفرفاشة اللي هو سم إيه؟ سم التلاهي إن أولادنا يهربوا بقى بينهم ينعزلوا ويختاروا شيء يلهيهم عن المشكلات اللي بيواجهوها سواء كان يدمنوا بقى السوشيال ميديا أو يجربوا المواد الإباحية مثلا أو يدمنوا العادة السرية أو يدمنوا المخدرات كلها أي حاجة تلهيهم عن المشاكل طيب هل لما نلاقي في حد من عياننا بدأ ينزوي يبقى بيعمل كرسى بالله عليكم بلاش الحاجة دي لا خالص لما ابني بينزوي فهو محتاج للتواصل معنا إن احنا نتواصل معنا مش محتاج إن احنا نتهمه احنا نتكلمنا عن سموم العزلة مش عشان نخاف ولا عشان نجبرهم يقودوا معنا بالعافية ولا إننا نحرمهم من قعدتهم لوحدهم لأن ما ينفعش إن يكون النتيجة إن احنا نتكلم عن سموم العزلة نجري وإحنا خايفين فننتهك خصوصيتهم ولا ننتهك محاولتهم إنهم ما إيشوا حياة طبيعية احنا نتكلمنا عشان نحرس على التعلم ونحرس على الوعي عشان نكون العيلة اللي بيتحقق فيها قول حضرة النبي كالبنيان يشدوا بعضوه بعضا كالجسد الواحد فيكون عندنا مناعة ويكون عندنا صمود نفسي ويكون عندنا وعي ويكون عندنا رصانة ورسوخ ديني ضد أي سم من السموم اللي بتفسد أولادنا مش بس ونستثمر حياتنا كلنا مع بعض نستثمر وجودنا كلنا مع بعض اتكلمنا عشان نكون حارسين على إن احنا نكون قريبين وإن اختلفنا وبنحترم بعض وبنحترم خصوصيتنا وإن نقدر نفهم بعض ونحب بعض ولو في مرة غلطنا في حق بعض مش بنحاول بعض الاعداء ولا بننعزل أن أعرف ناس بالعشرين سنة لإن الأب قال لي بنته كلمة مش مناسبة أو إن الإبن خلاص شال من أبوه لإن هو في لحظة من اللحظات ما كانش قادر يكون وقف جمه وخزني وبيفنعيش على الخزلان ده طول الحياة فإحنا بنزعل ونتصافة لإن إحنا أحباب مش أعداء عايزين نهجر جزر المنعزلة دي ونتحرك نتحرك مع بعض في البيت ونتقابل ونعض ونتفق ونعيش ده في الأسرة الوحدة يا عباد الله الأسرة دي منا ربانية موجود فيها سر وجعل بينكم موادة ورحمة اللي هيقرب وينزل ويتعيش مع أسرته هيغرق هيغرق حنان وموادة ورحمة لازم نبقى نتعامل مع الأسرة على إنها محضن عشان تخرج أحسن ما فينا وتحسسنا بالنعمة فالأسرة محضن لرؤية نعم الله سبحانه وتعالى إيه بقى نعمل إيه تعالوا نجرب شوية إجراءات كده نعملها مع بعض عشان ننشط ولو قلتونا اللي احنا محتاجين نتكلم عن الملف ده هنتكلم عنه طويل لأن الملف ده من أهم الملفات فين مصنع التطرف فين مصنع الشزوز فين مصنع الإلحاد فين مصنع كذا الجزر المنعزلة المنزلية البيتية الأسرية طب نعمل إيه أول حاجة تعالوا إحنا نحبب بعض في القعدة طول الوقت مع بعض وإلا خالص وخلينا متزين إن إحنا الأباء عايزين نحب أعدتنا مع بعض عايزين نبقى متزينين إحنا محتاجين نبقى في وسط أولادنا وفي وسط أهلنا على فكرة الأباء والأمهات هيفضلوا تعبنين ومتأزين طالما هم مختارين إن هم يعودوا منعزلين أقول لك حاجة لو جربت مرة واحدة تقول لابنك أنت أنا على فكرة أعايز أكلمك لأننا في الحقيقة محتاج حد أشعره في أمري فتيجي تكلمه وتحسسه لأنه ليه أهمية بس أنت خايف أنت تبقى قليل في عين ابنك بس أنت في الحقيقة لما عاد شاركه وعشان كده تاني إجراء شاركوا أولادكم معاكم في تفاصيل يومكم زي شغلكم وتكلموا عن بعض معاهم أو رجعكم خلي بنتك تطبطب عليك عشان تحس بحنيتها خلي ابنك يقولك أنا جنبك يا بابا واستمر حتى لو أتغير الشغل أنا معاك فيحس أنهم كبروا وحس أنهم جزء من حياتك وإنت جزء من حياته فيشوفوا الحياة من خلال خبراتك ويشوفوا الحياة كمان من خلال كيفية تعاملك مع الأزمات خلوا عندكم عادة اجتماع أسبوعي للأسرة كل يوم جمعة مثلا بتفتروا مع بعض وبتقوضوا مع بعض وتتكلموا في حاجة مهمة وأقول لكم حاجة ويا سلام لو كان معاكم كل أسبوع مش هقول لكم كل يا سيدي كل أسبوع ماس كل كل أسبوع أعملوا مجلس للصلاة على حضرت النبي وقرأوا حديث من حديث رسول الله سلم وأنا دايما برشح لكم الأربعين النووية تقرأوا هذه الحديث كل حديث منها أصل وكل واحد فيكم يقول هو حاسس بإيه وهو بيسمع حديث رسول الله سلم بعد ما تصلوا على رسول الله على أقل لمائة مرة لأنه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب الصلاة عليه واللي بيصلى على حضرت النبي قلبه يطيب وكمان يقترب من الحبيب وكل ما عنده يذوب ويتملي حياته نفح وطيب يا رب يجعل حياتنا دايما منفوحة بنفحة حضرت النبي لعننا يا رب دايما في الطريق إليك نسعى إلى محبتك ونريد كل ما تريد يا رب العالمين بحب وبرشد وباتزان أعننا يا رب على أن نخرج من عزلتنا إلى حضرتك من الظلمة إلى النور ببركة مددك يا ودود يا رحيل يا لطيف يا غفور يا سادة بعد الفاصل نلتقي بحضرتكم لنتلقى سادتكم المباركة ونجوب عليها طالبين من الله المدد والتوفيق والسداد وهذا كله بعد الفاصل رجالنا لحضرتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحت بن نامج ولا تعسروا نتلقى عليها أسئلتكم باركة ويبقى الجسر مفتوحا على حضرة مولانا سبحانه وتعالى ويا رب يكون هذا ذكرى لنا في الملأ إلى أعلى عند مولانا سبحانه وتعالى ويرضى عنا رضاء ليس بعده سخط يا رب العالمين ويوفقنا فيما نحن نصير فيه من أجل الحفاظ على أسرتنا وعلى أولادنا وعلى نفسنا وعلى نفسنا وبكرر على نفسنا ومعنا أول سؤال من أستاذة فاطمة من إسكندرية أستاذة فاطمة أيها السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام عليكم أستاذة فاطمة عندي لو سمحت سؤالين فضل أول سؤال أنا كنت في الحج 2019 وحصل اليوم الوقت تعرفات آآ شايتها وراعده وكان حاجات غريبة كده من كتر يعني كان معي ابني وجوزي من كتر المنظر وجماله ورهبته اتصلت بابني هنا في سكندرية عشان أوسفه هل عليها وز لا ما عليكيش وز بس أنت لازم تبطلي الوسواس ما تواسسش نفسك ما تواسسش نفسك نعم لأنني أنا كنت في 2019 أنا كنت في الحج برضه والمنظر ده يملى الإنسان لطفه ورحمة وجمال وإحساس بالرزق من المنظر وجماله أنا اتصلت بابني عشان يكون معي أنت شاركتيه شاركتيه نوع من أنواع الطاعة وإحساسك بالفتح وبركة كنت عايزة زي يحس بده عشان لو كان عيدعي في يوم عرفة فده من باب التعاون على البر والتقوة ليس من الاسم ولا عدوان الحمد لله الحمد لله السؤال الثاني أنا باخد معاش وليه مبلغ في البنك بطلعني ريح لذيه ده أنا بطلع منه الليه وبعمل شماس رمضان والأضحية وذائد كل ده بطفع مصاليف مدارس ولدي ابني اللي هو مش مقادر منهم العائلين من عندهم فهل ده صح؟ لا انت سؤالك ممكن عدلولك شوية انت بتسألي هل ده يكون من الزكاة ولا لا صح؟ هو كل اللي دخل ومرتل يكون مطلع لللاكن مع الأدوية بتاعتي طيب انت الفلوس اللي عندك دي بلغت النصاب اللي هي الموجودة في الشهادة يعني بلغت ما يساوي خمسة طمانين جرام ده ماليا ما تجبش النصاب طيب خلاص ما انت ما تدي مع العائل الزكاة لكن اللي انت بتعمليه ده صح واللي انت بتعمليه ده لكي ثواب عليه واللي انت بتعمليه ده ربنا سبحانه وتعالى يزيد حياتك بركة ونور وفتح وتوفيق فاللي انت بتعمليه صح خلاص ان شاء الله يعني اللي بتدي لابني ده يتحسب ايه اللي بتدي لابنك ده صدقة برضو ولكنه هدية خلاص لسأنا عندي كان كمية ده بصراحة وقصت انتها على عيالي في حيات عيني كده بديت كل أنا عندي ثلاثة بديت الثلاثة ولاد السؤال انت معاك ما يسوي النصاب المبلغ لا لكن كان معايا دهب كتير مالاش دعا باللي كان معاك احنا دلوقتي انت وبتكلميني دلوقتي معاك ما يسوي النصاب لا طيب احمد ربنا على ان ربنا مديكي هذه النقاة في الصدر وهذه الفرحة وهذه السعادة ورياح نفسك انت في نعمة نعمة ان ربنا سبحانه وتعالى جعل نفسيتك نفسية كريمة ونفسية بتقبل على الله سبحانه وتعالى فاطمئني وعيشي حياتك سعيدة وهادئة سعيدة وإيه وهادئة ولا توردي اسئلة على نفسك ما لهاش لازم شكرا لك عفوا لحضرتك استاذة هودا من القاهرة استاذة هودا سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بركاته بقول لحضرتك انا عندي ثلاثة اسئلة حضرتك فضالي اولا انا عندي اخويا مقاطعنا مش عسى ليه معيني كلمته وعتطرت له وقلت له وكنت زعلت مني نخلق علي وكده بس يروح عند والدتي ما بي كلمناش خالص اكدنا مش شاهد حد وبينزدش بنقاطل طيب خليني ما استسأل عليك ما اكيد اكيد في حاجة حصلت عشان اطعك مش عال والله ما في حاجة حصلت حسنا كلمت اختيتون وقلت له نقاطفة لو عملت حاجة ما تزعلش مني طيب يعني هو اطعك من من نفسه كده ما لش علせ معليش علي صوتك يا است 47 هيود شوية هو والدتي بتوت والدتي بتحول توقع طيب هو ولد على ست يا استاذ هودا هو ولد على ست بنات استاذ هودا هو ولد على ست بنات اه احنا كلنا مما يكلمش هو أخه واحد لنا واحناeli احب او نحترم او والله طيب السؤال بتاع حضرتك على على هو لا ما كلمكيش انت عليك اسم بعد ما اعتذرت له اه ما كلمنيش طيب السؤال ده السؤال الاول السؤال التاني السؤال التاني يا استاذ اهود السؤال التاني والدتك كنت معادها اللي هتسبب معي العمرة بس هي تعدينا فاخوتي قالي بلاش اقضيها هل عليها زنب عشان وعدتها لاني مش اقضر على الخدمة هناك قوي مش اقضر على خدمة طيب هجاوب حضرتك السؤال التالت ده السؤال التالت فيه واحد متقدم لي بس متزوج قريب جوزي بس انا مش يعني ربطه عشان ان هو متجود مش عاوز اخر البيت حد عشان ايه مش عاوز اخر البيت حد لا حضرتك معلش انت بتقولي ايه معلش تاني هو واحد متقدم لي بس متجوز كويس انا فاهم فانا مش عاوز الموضوع عشان هو متجود مش عاوز اخر البيت الناس يعني فانت مش عايزة مش عايزة تفسدي عليه بيته صح كده اه اه أنا أصلاً أرملاً ومعنديش أولادي يعني فأنا مش أخذ البيت طب معليش السؤال يا أستاذ عهودة يعني هو ده صح؟ لأنا مخذبش البيت ولا إيه لقاطرتك طيب السؤال يا أستاذ عهودة يعني بعد إذن حضرتك لو أنا فاهم حضرتك أصير لحضرتك السؤال يبقى حضرتك أنت متقدم لك حد متجوز وانت مستحرمة أنت في قبالي خطوبته دي عشان هو متجوز فأنت خايفة أنت كده تفسدي بيت البيت اللي هو بتقبيته هو صح؟ هو مناسب ليكي ولا مش مناسب؟ هو مناسب مش مناسب هو مناسب بس أنا واكلة مع عمورات ويشو ملح مش عاوضة طيب أنا أعكلم حضرتك لأن المسألة دي مسألة دقيقة شوي طيب أستاذة هدى أنت ليس عليكي إثم ولكن عليكي واجب يعني أخوك لو أطعك أنت ليس عليكي إثم بس عليكي واجب ليس عليكي إثم بأنه هو مؤطعته هو اللي يتحملها لكن عليكي واجب أن أنت تستمر في التواصل معه لأن رسول الله سبحانه قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه ووصل يبقى هو لو أطع دي مسؤوليته هو لكن أنت واجب عليك أن أنت توصليه دي أول سؤال السؤال الثاني ليس عليكي إثم إذا وعدت أم وعدت حضرتك والدتك أن أنت تخليها تعتمر وبعدين ما قدرتيش بعد كده لأن الوعد غير ملزم لكن الأفضل والأكثر برا أن أنت تسعي أن أنت تسعديها أن تروح لعمرة ما قدرتيش لا يكلف الله نفسا بس أنت أولي لها كده أولي لها كده يعني طيبي خاطرها أولي لها والله يا أمي متى استطعت أن أنا أعمل عمرة وأنت شايفة حالي أنا ما أقدرش ويا حبازة لو أعملت حاجة لطيفة خالص وبتدي تتحويش معها لعمرتها أو تستثمر لها أن هي تروح لعمرة طيب الحاجة الثالثة بقى الحاجة الثالثة والمهمة بقى أن الزوج إذا كان شخص مقدم لوحدة وهو متزوج من أخرى المسألة أنه هو ما يكسرش خاطر مراته ومسألة أنه هو عليه أنه يعلمها زي أي راجل محترم وما يتلعبش في الأوراق القانونية أنه هو يروح باعد العنوان بتاعه على مكان تاني عشان ما يوصلهاش الإخبار بأنه هيجوز تاني فما يجدبش فأنا شايف اللي عايز يجوز تاني بكل رجول أروح يقول لمراته وكده إحنا حلنا نص المسألة أن أنت فكرة أن أنت هتخرب بيت لا هو دي مسؤوليته هو مش مسؤوليتك أنت أعيد الكلام تاني مسؤوليته هو وجعالي ده جزء من تقييمه كراجل ليصلح للجواز أنه هو قادر يدير حياته مش بشكل بشكل عاطفي ومشاعري لكن قادر يدير حياته بالتزان هو عايز يتجوز يروح يدير أول ملف وهو متزوج هو أنه يدير ملف الزوجة الأولى وأنا محبش فكرة الزوجة الأولى الزوجة وأنت هتبقى الزوجة مش الزوجة التانية هتبقى الزوجة عشان فيه العدل فهو أول حاجة أنا لو رايح مع حد لم يستطع أن يدير الشركة الأولى أعمل اندماجه ويجيب له شركة تانية أنا مش بتكلم على أن الجواز شركة ومسألة لا أنا عندي حد الآن ما عرفش يدير علاقته مع زوجة يبقى المفروض أنه أنا أتأكد أنه قادر يدير علاقته مع الزوجة دي لأنه على فكرة طالما هو ما بيتأهلش طالما هو ما بيتدربش هيكرر نفس الأخطاء في الزوجة التانية يبقى الحل أنه إيه يروح ويثبت أنه قادر على الزوج بأنه يعمل إيه يدير ملف الأولاني ملف مع زوجته على أي أن كان الإدارة دي لما هو يروح يدير الملف ده أنت هتكتفي هتكتفي شخصيته أكتر لأنه ممكن يكون بيطلع الحاجات الحلوة اللي هو ما طلعاش مع زوجته الأولى لكن أنت لو عملت زي زوجته الأولى يطلع معاك نفس اللي هو بيعمله معاه يعني أنه هو إيه مش عارف يتفاهم معاه أنت لو كنت إنت هتنتقديه زي ما زوجته الأولى بتنتقده أي برضو مش هيتفاهم معاك يبقى الحل هو إيه أن الشخص جزء من القبول عنده كيف يديره حياته لأن الجواز ده هو عقد الحياة زي ما يقول إحنا عندنا في القوام يسموه عقد الحياة زي الشيخة بزارة وغيرهم وغيرهم يسموه العقد ده عقد الحياة فأنا نصحت لحضرتك أنت ما عليكيش اسم دي مسئولياته هو لكن الأهم أن أنت هو أنت اختيارك صح ولا غلط تعرف اختيارك صح ولا غلط إزاي أنك تشوفيه إزاي هو يدير ملف علاقته بزوجته أنت لسه ما فيش علاقة بينك وين لو هو شاطر في قدرة ملفه بزوجته آه لأ ده مناسب ساعتها بقى نشوفها يعمل إيه السؤال اللي بعد كده مين معنا مين السيدة محمد تتفضل السلام عليكم أهل وسلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أم وحمد إزاي كسر عمر الحمد لله فضل ونعم لو سمحت يا دكتور أنا عندي أربع أسئلة تفضلي السؤال الأول عن الصلاة أنا سني 51 سنة إن شاء الله تفضلي وعندي سمنة زيادة لما باجي أصلي وانا وقفة على طول بيجيني كرشة نفس ما بقدرش أكمل طيب يبقى نجاو السؤال بسرعة فأنت سؤالك إن أنا ينفع صلي وانا قعدة إبتدي الصلاة وقفة وعودي أنا بجي من الصلاة الأول وبعد كده بكمل لبقيت الصلاة وانا جاعدة ما عليكيش اسم ده صلاتك صحيحة بالعكس أنا بقول لحضرك ما تصليش غير كده لو كان ده بتجيلك كرش تنافس في الزهب الفور ما تعمليش غير كده لأن الشرع الشرع مش أمرك إن أنت تهلكي نفسك يبقى صلي وانت قاعدة لأن الرسول يا سلام قال ما لم يستطع أن يصلي قاعدة يصلي قاعدة تفضلي ماشي فده هو السؤال السؤال الثاني أمي بتسأل سؤال هل هي بعد ما تتوفي ينفع أن أخوية يحضر معايا يعني مثلا في الغسل أو هو يكون حاضر يعني هي مزالت أمه حتى لو هي توفيت بس الأصل إن احنا بنجعل النساء هي اللي تغسل النساء لكن الحضور مع ستر عورتها آه الناس برضو عندهم في فرق كبير جدا جدا بين التخسيل وحضور التخسيل إحنا لو في التخسيل هي مستورة العورات وابنها حضر التخسيل ده عشان يتمين محدش يخالف آه لا يحضر يعني هو ممكن يحضر بس مش هو اللي يغسل أيه النساء هو ما اللي يغسلوها نعم السؤال الثالث هي كانت بتسأل عن جدتي أنا اللي يرحمها كان فيه ابن أخته معلش يعني كان عامل حتفه والعربية ضربته فهو كان على أسفل والكلام ده كان من زمان فهي علشان تسجيه ما لجيتش حاجة أن هي تسجيه فمعلش جلعت اللي مغزة يعني الجاز ما مرد لها وملاته وزجته بيها وهو بيخلص في الروح هل هي كده عليها وزر؟ عليها أخدت سواب ومش بس أخدت سواب وربنا إن شاء الله يكرمها بده عتعمل إيه واحد وواحد بيموت وطالب إن هو يشرب تشربه إذا كان هو محتاج للشرب وهو اللي طلب ده وما كان إن شاء الله ليس عليه اسمه ليلة بس تبطل وسواس هو كان يعني كان بيخلص في الروح ما يا ستي أنا عارف اللي عندها دوت نوع من أنواع الأشياء المترطبة على صدر من تلفقد فهو دات ملوش دعوة بالدين هي بالعكس عملت شيء ستساب عليه مش تحس بالخوف منه السؤال الرابع السؤال الرابع دلوقتي أنا حماتي أنا هي مش جاعدة معاين ماشي بس هي جاعدة لوحدة أنا حس المسال دات أهم سؤال ما إحنا عندنا أن نأخر أهم سؤال للآخر تفضل ماشي فهي دلوقتي يعني هي على خلاف مع بناتها فهي نسيلاني أمانة أن هي لو توفت أنا اللي أكون وقفة على الغسل وأنا اللي أخد هدومها فطبعا هي عيالي يعني جراء زيادة أنت اللي قف على الغسل وأولادها لا أنا اللي قف على الغسل وأولادها لا هي بتقولك ما تقولك أن أنت ما تخليش أولادها يوقف على الغسل آه بتقولي لا أنا مش عايز أولاد يحضروني في الغسل أنت تخليك أنت وقف على الغسل فأنا بطرحة خيفة من ولادها يعني أن يا فضل خيفة ما ردت فعله لو أن أنت ما نفستيش ده ما عليكيش اسم ما عليكيش مدري فيه يعني القرابة تاني في هاي الثاني مسألة لا ما عليكيش اسم خالص لو أني أولادة وقفها الغسل خلاص يا خلاص يا أستاذة يا سادة أرجوكم بعد إذن حضرتكم ممكن لو سمحتم نراجع الحلعة بتاعت النهار ده تاني ونسمعها بتاعة معه لأن أنا مش هنسيب أولادنا يضيعوا مننا إحنا الشرف عارفين جزء من شرف البطولة زي ما كان بيقول سيدنا سوفيان الثوري عليك بجهاد الأبطال والسعي على العيال هو ده جهاد الأبطال كل واحد مننا ممكن يكون بطل في بيته عشان محد يشيضحك علينا ويعملون لنا بطولة زائفة خليك بطل وحافظ على أولادك خليكم أبطال دي بطولة حقيقية البطل هو اللي بيته يحس بالدفء البطل اللي بيته كل الناس قريبين من بعض عايز تبقى بطل كون أنت الأمل عايز تبقى بطل خلي أولادك يعيش بالأمل عايز تبقى بطل كون قريب من أولادك وخليهم قريبين منك عايزين تبقى أبطال البطولة سهلة المنال عندما نكسر الحواجز ويخرج كل واحد فينا ما في الآخر من الجمال اللهم يا جميل علمنا فنونا إخراج الجمال حتى نغرق في جمالك يا جميل يا رب العالمين أمين